هل يمكن أن ينعكس هذا التوتر خليني سميه على الرغم من أنه حضرتك عم تقول أنه عابر وأنه خلص الثلنا الاسم يلي سيسمى نائب رئيس جهاز أمن الدولة حسن سلمان وأنه بتخلص هون هل سيعود سناء الشيعي إلى جلسات مجلس الوزراء بشكل طبيعي بس بديوا يرجعوا يحكوا بالموازنة وقال الموازنة بيعملون رئيس بري مثل ما عملوا بمجلس الوزراء طريقة أعطاء الكلام وطريقة إدارة الجلسة رح يرجعوا يحكوا بالموازنة بس بقصد أنه مشاركة سناء الشيعي أو عودة السناء شو موازنة مفي ما رح يقروا هلأ ليه قبل الانتخابات قبل الانتخابات إذا قروا بيكونوا عم يدفنوا حالهم عم ينتحروا بس فيها كتير مخصصات يعني أنه عملوا مخصصات لموظفين الدولة وإلى آخرها بعد الانتخابات قبل الانتخابات ما فيهم بدوا يغلوا الخلياوي يغلوا الكهرباء يعني أنت ورايحة على غلق يعني عالم وان بتروح سيعتها على المجتمع المدني وبتروح على على الأحزاب القوات البنانية والكتائب اللبنانية والمجتمع المدني والحراك بفتكر ما بتناسبهم لأنه كلهم كانوا بالسلطة يعني بفهم منك أنه هلأ كل الكلام عن الموازنة هو كلام ولا يمكن أنه ما رح يود لا 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 هلأ بيبحثوا بيبحثوا فيها أو بيبحثوا بيبحثوا بيجعلكوا فيها وترجع بتروح على لجنة الموازنية بعد مجلس وزراء بعد ما قلصت بعد ما قلصت لا بعد ما قلصت أكيد مجلس وزراء سنائي الشيئي سيطرح ما طلع قال أقرة الموازنة مين من بعد الجلس لي رح بيقول بكرة الرئيس نجيب ميقاتي مثل يعني مثل عائدته ما هو مطاطي كتير بيرجع بيخلق له يعني بيخلق بنت مستجد وبيرجع بيبحثوا فيها عن جديد وبعدين بيحاولوه مع مجلس النواب قبل الانتهاء من آي أم أف والاتفاق مع صندوق النقل الدولي لا يمكن بناء موازنة بس واحد من شروط صندوق النقل الدولي هو جراء موازنة إصلاحات وإصلاحات وموازنة إصلاحات ما فيه إصلاحات فرساوية زعلانين الفرنسيين هني على زعل وبيجوا على لبنان وبيقاطعوا الرئيس عون والنائب باسيل وما بيشوفوهن وبفلوا لأن الإصلاحات اللي بعدهم فيها الرئيس عون والنائب باسيل بعد أربع آيب انفجار أربع آيب ببيروت لم تحصل لذلك نرى أن الإصلاحات هي المطلب الرئيسي للآمف بالكلام عن الشيء اللي نحكي فيها أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق خلال اللقاء السياسي أقامه الحزب أن حزب الله حريص على فعالية واستمرارية جلسات الحكومة ولذلك اعترض على طريقة إقرار الموازنة يعني نحكي عن أنه لن ينسحب ما في موقف تصعيدي بالانسحاب من جلسات طيب خليني شوي أحكي عن هذا التوتر إذا بدك خليني نسمي يلي خلاص رح يلاقي حل قريبا بتعيين بتعيين شيعي لا هو القصة بتعيين شيعي مش هيك بس جهاز أمن الدولة جهاز فاعل وهو تابع لفخامة الرئيس ورئيسه الفعلي هو رئيس الحكومة رئيسه الفعلي يعني التنفيذي والإدارة رئيس الحكومة هذا الجهاز وكان تابع لرئيس الحكومة اليوم هذا الجهاز يعني بيعتبره إيدهم يمين بالسلطة وبالدولة لأنه جهاز فاعل على الأرض وناجح وكل شيء العملية استكماله إنه إذا كان بدأ نائب مدير ما بدأش هلقدي القصة أنا برأيه بس الرئيس عون قلتلك أنا بعدني عند رأيه الرئيس عون عم بيعمل ردة إجر للرئيس بري الأكثر والأقل والرئيس بيقاتي يستفيد من هذا الأمر ومرأ أمين عام من المجلس العالم الدفاع التعيين السنة الخطة 23 وخطة 27 كان لفت جدا كلام الرئيس عون إلى صحفة الأخبار سيزن أولا نصيف من يومين بارح بيقول في أن الخطة 29 هو خط انتراق التفاوض وراء مرة لبنان ثبت أنه على الخطة 29 ولو ثبت لبنان على الخطة 29 كل هذه العملية ما قاله عازي يعني كل جولات الأمريكان ومع عملية التفاوض على النقورة ما كان قاله عازي إذا لبنان كان قايل أنه بدأت 29 عادي عادي أكتب كلمة بس أنا أكتب عنها طالما في هذا العهد في عهد الرئيس ميشيل عون لن يجري الاتفاق مع إسرائيل بموضوع الحدود البحرية لن يجري لن يجري الاتفاق ليه هلا بإكلا وكذلك في عهد الرئيس عون لن يتم استخراج الغاز من البحر هذا قرار منتخص من مين من الأمريكان أكيد إطلاقا طب بس زيارة هونجتاين الأخيرة كانت إيجابية وتحدث الأمريكيين عن إيجابية كبيرة بهذا الموضوع وبعد لقاء لقائد الجيش جزيف عون قالوا أنه لقاء مثمر جدا وأنه لقائد جزيف عون قالوا أنا شو بيقوله السياسيين أنا بعمل بس هيك قالوا نعم وهل أدى هذا هذا الكلام بده أنه تعبر السفر الأمريكي وتقول أنه لقاء مثمر جدا هي سفر الأمريكية كل شيء بيعمل العمال جزيف عون عمت يعني بتهيص له وكل شي هي مرحبة فيه من هك مثلا متلاحظي أنه أنه حزب الله يعني بعقس بس جميله وصيرة العمال جزيف عون بموضوع رئيسة الجمهورية رح نحكي عن هذا الموضوع تكك بس بس خليني بموضوع الـ 29 و 23 عم تقول حضرتك أنه كل هذه الإيجابية اللي رافقت جولة الموفد الأمريكي أنه هي ما رح توصل لا لا بس الإسرائيليين مستعجلين يعملوا قتل في إيران وبدون نقبه إسرائيليين أصلاً هنه موجودين بالبحر وعم يعملوا ومش كثير يعني ممكن تتكلي على الإسرائيليين بهيك وضع هنه هنه شو بيحكوا إسرائيلي بيكون صار سار نص نص الغاز يعني المشكلة عند الرئيس عون ما هو مستقبل النائب جبران باسيل على العقوبات الأمريكية المحطوطة بموضوع الفساد وماكناسكي وكذا يحاول الرئيس عون ربطه بموضوع المفاوضات مع الأمريكيين لأنه الحل بييد وحده وصفر النائب باسيل إلى قطر يصب في هذه الخانة في خانة التفاوض مع الأمريكيين من أجل رفع لقوبات عنه من خلال عبر القطريين وبالتالي هناك أزمة بين الرئيس عون والأمريكيين بهذا الموضوع هذا الكلام سمعناه أكثر من مرة لكن كيف ممكن نطبقه أنه هناك ثلاث رؤسة الرئيس عون والرئيس مئاتي والرئيس بري الرئيس بري كان وصل إلى اتفاق إطار لم يحدث حتى أي خط لا 29 لا 23 ولا واحد ولا هوف ولا شي اتفاق إطار 29 رئيس بري اتفاق الإطار ليس في ولا خط رئيس بري وقت عمل اتفاق الإطار وعمله مثل ما هو وديه عند رئيس جمهورية قاله أصبح عن تفاقات الرئيس باعتبار حاكم مع قيادة الجيش على 29 لا باعتبار قيادة الجيش كانت قد بلغت أن الخط 29 هو انطلاق التفاوض لبناني انطلاق التفاوض انطلاق التفاوض ينطلق من تفاوض مش حتى قريت مبارح العميد بسا مياسين شو كاتب نعم شو كاتب خليه فهموا الناس شو كاتب نحن عكينا شي بطلع شي شو كاتب العميد بسا مياسين مخالف للمفاوضات اللي عملها عميد بسا مياسين حكو مفاوضات عا 29 بس برأيك هل يتحمل بس رئيس جمهورية بس رئيس جمهورية بس رئيس هذا الموضوع في ثلاث رؤسة هكذا يجب رام على ثلاث رؤسة رئيس عون عم يقول أنه ليش اتهام الرئيس عون أنه تنازل أنا ما عم بتتهم حضرتك حضرتك عم تقول أن العميد ياسين قال أنه كان الكلام عميد ياسين هو الرئيس اللي كان أنا عم بيسألك لماذا أتهم الرئيس عون فقط؟ لأنه رئيس جمهورية بيأخذ هال ملف بصدره من أجل المفاوضات مع إسرائيل بيعتبر أول شي المعاهدات تحصل والاتفاقيات تحصل مع رئيس جمهورية ما شو بيعتبره الدستور يقول ذلك؟ أكيدا بيعتبره بالدستور دستور لش ما تطبع أيام رئيس إيميلا حود دستور لأنه هون بترجع بتقول أنه الرئيس منقرر أن يمارس صلاحياته كلها لا لأنه كان وزير العدل يومتها عم يلعب أحبال كشار روزاك هل يعقل واحد يكون بفريق أربطاش أدار؟ أنا كيف الفريق بدي كان بعد أسأل عنه فريق أربطاش أدار؟ أو اتوقف قدامه وقد بيكون وزير العدل بذاته شار روزاك بيطلع بالأمبيلونس من مستشفى رزق حد البيت قال بخاف لا يقتلوه حسب الله ويقعد يعمل قصص ورويات ويروح كلما راح شكري صادر وراف الرياشة محترامي لأنه كلما يروح على الأمم المتحدة ويأتيوا يعطوه التقارير يأخذ هذا التقارير ويروح عند الحاجة وفيه إصافة ويروحوا ويعيه عند سمحت الأمين العام سيد حسن نصر الله يفرجيه وانصار شو بديك تحكي بأربطاش أدار؟ شو بديك تحكي أي أليا لكن الناس يريد أن يعمل الرئيس الموريه ويسحف يمين وشمال ما أعرف حاله ويجا شاء رزق أركة صهران أنا ونصري الله يرحموا الرئيس نصري لحود والقاضي أمين حمود كأننا صارنين سوا وقعدنا إحنا ويا نحن بعطنا وراه من فرنسا وإنه جاي وزير إعلام وقوم الرئيس لحود وحطه وزير عدل أنا عم بحكيك تطبيق بعرف أن الدستور وأعرف تماما أن الدستور يقول هذا الكلام ولكن بدك تشوفي أنت يحترم دستوره وأنت لا يحترم نحن نعرف لكن هو الرئيس عاوني يقضى بصدره ويأخذ الأمور بصدره كرمان صهره لأكثر والأقل هلأ؟ أم يأخذ الأمور بصدره كرمان صهره ولا هو الدستور هو موكله كرأي جمهوريه هو يتفاوض ويعمل الاتفاقات الدولية يعمل الدستور يقول ذلك بدأت رؤى مجلس النواب بس الدستور حضرتك محامة وحضرتك أستاذ نبدون لا أقلت لك يومتها لا يوجد دستور هناك دستور يومتها دستور أكلوا الحمار مثل طبعا قوارتوش ما مسؤولية العماد عاون بهذا الموضوع لا فهمت علي بلأ أستاذ بس أنا أقول اليوم الرئيس عاون يقول أن الدستور هو يوكله أنه يعمل الاتفاقات الدولية وهو يقوم على هذا الأساس هلأ بعدين تقولوا أنه كرمان صهره ولا مش كرمان صهره صار موضوع تاني لأنه رؤسة الباقيين الرئيس بري والرئيس مياتي هم كمان لازم يوافقوا على هذا الموضوع لماذا الرئيس مياتي بعيدة كثير عن الأمريكان والفرنساوية الرئيس مياتي بعيدة كثير لماذا الحال بس نزرك شفية الرئيس مياتي دخل له فرنساوية وحكيه مع السناء الشيعة ورجوه على الحكومة لماذا بعيد الرئيس مياتي كنت عم تقولي أن حزب الله بعقص من قائد الجيش عزب الله أخذ قرار ما بدل العماد جوزاف عون رئيس جمهورية لماذا بيعتبره أمريكاني بس كمان في البعض يعتبر أن حزب الله اليوم هو عم بيأوس على قيادة الجيش وعلى مؤسسة الجيش اللبناني بصفته أنه آخر ركيزة من ركائز المؤسسات في البلد العماد جوزاف عون بيعتبر الأخصام وبيعتبره أنه محاط بناس ما بيحبوا 8 أدار ما بيتعاونوا مع جماعة 8 أدار لذلك اسمحي لي نعم ما بعرفش أحكي هكذا تفضل لا لا أنا عم يجينا تعليقات لذلك الجنرال جوزاف عون بيعتبروا محاط بناس أمريكيين وهؤلاء الناس يعني ما بريحوا لحزب الله وما بيرتاح وخط المقاومة والممانعة ما بيرتاح لأله لذلك أب ما يحكي سماحة السيد يأخذين قرار أنه العماد جوزاف عون لن يكون رئيسا للجمهورية مع أنه كل قائد جيش إن كان هو أو الأهوجة أو الرئيس سليمان أو كايرو أو العماد أهوج أو غيرون كلهم مضطرين يتعاونوا مع الأمريكان لأنه كل لأنه البرغي طبعا الريو بدو يدفعوا حقه بلو يصار اليوم إذا ما ما فينا نجيب دولاب ما فينا نجيب رصاصة إذا ما كنا نميه مع الأمريكان وبالتالي كيف تفسر هذا وبالتالي الأمريكان تركين حزب الله يعمل بدياء وعم بيقتلوا بالكلام وبنفس الوقت يدعموا الجيش وتركين لأمور مثل ما هي ما عم يردوا أحدا الأمريكان يدعموا فريقين تركين حزب الله كما أقول لك ما عم يقتلوا ما في حرب حزب الله يتحضر للحرب مع إسرائيل لكن لا يوجد حرب هلأ خاصة بالمفاوضات الموجودة في فيينا ما في حروب وهن يدعمون فريقين فريق الجيش ويسكتون عن حزب الله يعني من لاحظ أنه المملكة العربية الشعودية ودول الخليج يضعون أيام طعا حزب الله أمريكان ما بحركوا ساكن إنما أيام ترامب كان كل يوم كل جمعة في قطاب في جملة عن حزب الله في لبنان اليوم الأمور المختلفة تماما أيام جو بايدن إذن نحن قدام مشهدية جديدة ثلاث سنين الديمقراطيين ما رح يعملوا شيء بالمنطقة كله حكي بحكي بس نرجع لمسألة الجيش اللبناني والأمين العام لحزب الله سيد ناصر الله بعد كلامه الأخير منهم من استهجن كثيرا هذا الكلام واعتبروا أنه هجوم على الجيش اللبناني وعلى مؤسسة الجيش اللبناني وكان في رد من مصادر متابعة لهذه المؤسسة تقول بأنه الضباط أو الوجود الأمريكي بيكون بس بالاجتماعات الرسمية وأنه مثل ما عم تقول حضرتك أنه دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجيش هو قديم مش بس على أيام جوزافعون أكيد لماذا برأيك في هذا الهجوم من حزب الله على دور قائد الجيش جوزافعون يعتبروا أن العماد جوزافعون واللي محيطين فيه راحوا لبعيد كثير مع الأمريكان كيف يعني؟ كيف يعني راحوا بعيد؟ تعرفيها والمشاهدين يعرفوا أنت راحوا بعيد تنسيق كامل معه إن كان بحامات وإن كان برياء وإن كان بالجبهات وإن كان على الصعيد الداخلي وأكثر شيء عملية الدعم المادي نقدي للجيش اللبناني بالعمل الصعب وهو جديد هذا الأمر؟ أكيد ولا مرة كان يأتي مصاري مباشرة للجيش لأنه لا يوجد ساعة بالسلطة الحالية وقت يأتي الرئيس الفرنسي إيماليون مكرون أو الصفيرة الأمريكية تكون مجتمعين مع رئيس جمهورية ورئيس حكومي ورئيس مجلس نواب وقدامهم نحن نعطي دغري للجيش اللبناني نحن مساعدين نساعد بانفجار أربع عقاب لكننا لا نعطي الدولة لأنه أنت تسرقهم أكثر من هذه قلة احترام لهذه الحكومة لهذه السلطة لهذه حكم لعالم كلها مش بحترمتهم اليوم هل تعتبر أن الجيش اللبناني يدفع ثمن إذا بدك من ميلة فساد السلطة ومن ميلة إرادة الدول بدعم الجيش وإبقاءه متماسك إلى حد ما يعني شي كان لازم يعمل؟ إذا ما أجل جزيف عون رئيس جمهورية مش كارسي نحن ضمنتنا جزيف عون يبقى قائد جيش لأنه شفنا رئيس جمهورية بس يجي القائد جيش أهم من يريد حزب الله رئيس الجمهورية ما أعرف فإذا أقولك هلأ بكون يعني بكون مثل أنا مش مشان حقيق لا من هي الشخصية الأقرب إلى حزب الله التي تكون رئيس جمهورية؟ يعني اليوم هل يفضل مثلا شخصية هي من فريق السياسة؟ مثلا هل يفضل جبران باسير؟ سليمان فرنجية؟ حزب الله ينتظر الانتخابات النيابية ليقرر لكن هناك كلام أكيد بطبيعة الحال أنه الرئيس عون والنائب باسيل تعبوا تعبوا لحزب الله وعملوا مشاكل مع الكل يعني هلأ إذا ما فيه حزب الله مع مين يتفاهمه؟ هناك شغلة أهم منها الانتخابات النيابية يلا بدنا نحكي فيها أكيد طبعا تعبوا لاش ترجع نائب باسيل رجع تتفق مع حزب الله؟ لش هو لوهلي؟ هل كنا نعتبر أنه الاتفاق الانتخابي بياناته؟ لا فيه فترة قرر أنه يترك ويهاجمهم ويعمل لويح لحاله؟ بس هو بلش بالهجوم أول جمعة ثاني جمعة ثالث جمعة قالوا أنها شركة خاصة لقيت مسيحيا لقيت مسيحيا من جبر يرجع على حزب الله يعمل اتفاق معه مثل ما بدوا الحزب والرئيس بري وفق باستثناء مكانين جزيين والبقاءة الغربي يعني والرئيس بري على أي أساس؟ لأنه كان فيه كمان كلام عنه أن الرئيس بري ما بده أبدا أي التقاء مع جبران باسيل بأي ليحة أتفاق لا اتفاق لويح اتفاق مصلحة بين الرئيس بري وطيار الوطني الحر على الانتخابات بعد الانتخابات كل واحد يعمل شغله كل واحد يعمل شغله وبهذه الطريقة بيحافظ جبران باسيلة على كتلته برأيك على 24 نائب هو ما عنده 24 كانوا 29 فالقمسة عنده 24 ما عتشناك أصدق لا نحن عم نحكي عن تيار تيار هنا تيار عشرين أقل لا عشرين بيحافظ على كتلته لا بنزل للنص أكيد نص عشرة يعني بس يعني صالح من القوات الدينية صالح القوات الدينية صالح كتل كلها المجتمع المدني له دور في حال قوات لبنانية أخذت أكبر كتلة نائبية مسيحية ستأخذ الأكبر كتلة نائبية مسيحية ستكون قوات لبنانية هذا الشيء برأيك ليس لازم يفتح الطريق للدكتور سامير جعجع لرئاسة الجمهورية لا بصير لاعب أول بس ما بيعمل رئيس ما بيعمل أول دكتور سامير جعجع ما بيقدر يكون رئيسة جمهورية إلا بحال تغيرت المعطيات يعني إما ببطل في حزب الله أو إما ببطل في إيران أو ببطل في مكون كبير يعني تيدفع حزب الله مع الدكتور جعجع أو يوافق إلى وصوله معتصر فيه معطيات دولية أكبر من إيران يعني وأكبر من حزب الله وأكبر بكتير وهذه الشغلة من الصعب أن يصير يعني على اعتبار أنه هل ترس انتخاب ميشيل عون أنه بعدين انتخاب دائماً رئيس أكبر كتلة مسيحية أم لا؟ لا، لم يترس أبداً هذا يتبين أنه الرئيس الأوي يعني لا يقدم لا يأخر بالعكس نهار البلد عيامه ماشي بس أنه ليه ليه ما بيقدمه بأخر لأنه الصلاحيات لا تسمح له لا، ليس الصلاحيات البلد يدار بالتوافق ما بأنه بعدين يعني ما بدنا نحكي إيجي أحكي أنا عن ميشيل عون وجبران باسيل أنه أنا حكيت كاف وخالها بكافة ما خلص ملت إدارة فاشلة يعني ما ما بيينو يفهم ما فيينو يجيبوا شخص يكافي بهال الشغلة هايدي اللي ماشيين فيها موسيقى 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 اشتركوا في القناة